النهاردة ان شاء الله هناخد اول درس في الوحدة الثالثة درس اسمه المضاعفات والله العظيم الدرس ده سهل ناس كتير خايفة منه انا مش عارفة ليه بس خلينا ناخد واحدة واحدة الدرس ده والله ما هتلاقي في حاجة صعبة اول حاجة عايزة اتفق معاك عليها اول ما تشوف كلمة مضاعفات يعني انا لو جيت قلتلك العدد ده من مضاعفات العدد كام كاني بقولك بيني وبينك موجود في جدوى الضرب الكام خلينا كده نشوف السؤال بيقولك اختر الايجابة الصحيحة العدد مين من مضاعفات العدد ستة اتفقنا لما نلاقي كلمة مضاعفات كاني بقولك هكلي حاجة موجودة في جدوى الضرب الستة مين في الارقام دي موجود في جدوى الضرب الستة بس موجود كناتج بعد ليساوي يعني اه والله يا ميست 18 في جدوى الضرب الستة يبقى العدد هنا 18 طيب انا لو قلتلك العدد مين من مضاعفات العدد اتنين يعني ايه مضاعفات بيني وبينك موجود في جدوى الضرب الاتنين مين في دول موجود في جدوى الضرب الاتنين الستاشر اميس بس يبقى هي دي الستاشر معنى كده يا بطل ان انت لازم تكون حافظ الجدوى المينفعش مفيش مفر لازم تحفظ الجدوى طيب لو جيت قلتلك العدد مين مضاعف للعدد اتناشر يعني موجود في جدوى الضرب الاتناشر بس انا ميسمش حافظ جدوى الضرب الاتناشر خلاص ما يهمكش تعالى كده على جمد وقت باتناشر في واحد بكام باتناشر طب اللي اتناشر في اتنين بكام اتنين في اتنين باربعة واحد في اتنين باتنين بس يا ميس اللي اتنين وعشرين مش موجودة عندك حق ولا الستاشر يا ميس برافو طب ولا الحداشر يا ميس صح ولا الصف يا ميس لأ عندك علشان لو جيت قلتلي الحق ايه يا ميس هقولك الحق ان اول رقم يتكتب في الجدول اتناشر في صفر وبعدين اتناشر في واحد وبعدين اتناشر في اتنين اي جدول بقى لازم يكون اوله في صفر لو جينا قبل الاتناشر في واحد كتبنا اتناشر في صفر هتقولي بكام بصفر يا ميس برافو يعني معنا كده ان اي حاجة مضروبة في صفر بتدينا الصفر يعني الصفر ده معنا في كل الجداول لان اي جدول لو خدته ضربته في صفر هيدينا الصفر يبقى انا هنا هاختار مين الصفر معنا كده ان هو لو جاء قلي مين هو المضاعف المشترك لجميع الاعداد اي هو الرقم اللي موجود في جدول الضرب بتاع كل الارقام الصفر يا ميس لان كل الارقام لو اتخدت الضربة في صفر هتدينا صفر طيب الاربع وعشرين من مضاعفات العدد كام مضاعفات يعني موجودة في جدول ضرب الكام الاربع وعشرين موجودة في جدول ضرب الستة طيب المية من مضاعفات العدد كام المية من مضاعفات العدد يعني موجودة في جدول ضرب العشرة هي فعلا موجودة في جدول ضرب العشرة طيب العدد مين من مضاعفات العدد خمسة موجود في جدول ضرب الخمسة مين فيهم الاربعين يا ميس بس يبقى احنا هنختار الاربعين شفت الموضوع بسيط ما تقلقش يعني طيب ميس عايزة اسأل سؤال معنى كده ان انا لو قلت مضاعفات اي عدد يعني انا هكتب النواتج بتاعة جدوى للضرب بتاعه ايوة بالزبط كده خلينا نشوف مضاعفات العدد اتنين اول ما تشوف المضاعفات وزي ما اتفقنا اول رقم موجود في الجدوى الكناتج الصفر يبقى اول ما تشوف كلمة مضاعفات وهنيجي نكتب ندي الصفر حقه ده اول رقم في الجدوى يبقى نكتب صفر علشان الصفر ده كأني بقولك اتنين في صفر طب اللي اتنين في واحد باتنين طب اللي اتنين في اتنين اربعة طب ميس ممكن ازود كل مرة اتنين واخلص ايوة ممكن عادي مش احنا وقفنا عند الاربعة زود كل مرة الرقم اللي انا اجلالك عليه اربعة واثنين ستة واثنين تمانية وهكذا طب لو قلتلك مضاعفات العدد ثلاثة ها اول ما تشوف مضاعفات اول رقم الصفر افتكرها حتى النقطة دي خدها وحطها صفر وتزود كل مرة تلاتة يبقى كده بعد الصفر تلاتة يبقى تلاتة وتلاتة كمان ستة وتلاتة كمان تسعة وتلاتة كمان اتناشر وهكذا لان الارقام مش هتخلص طيب مضاعفات العدد خمسة اول حاجة صفر كل مرة هنزود كام خمسة يبقى كده خمسة عشرة خمستاشر عشرين وهكذا طب فكرني بقى بالمرة وقل لي ايه هو المضاعف المشترك لجميع الاعداد الصفر يا ميس برافو عليك طيب هاجة اسألك بقى شوية اسئلة وقل لك اكتب ما يلي مضاعفات العدد ثلاثة المحصورة ما بين العشرة والعشرين يعني انا عايزة من جدول ضرب الثلاثة ما بين العشرة والعشرين تعالى نكتب كده مش انت يا ميس قلتيلي اول ما يشوف المضاعفات حط صفر اه حط صفر برا برا الحتة من عشر العشرين انت لسه ما دخلتش جواها كمل بقى الحد ما تدخل جواها ادي كده صفر وبعدين هزود كل مرة تلاتة لانه بيقول لي مضاعفات العدد ثلاثة يبقى بعد الصفر تلاتة وتلاتة كمان ستة وكمان تلاتة تسعة انا كل ده برا برا العشرة قبل العشرة طب ميس لو خدت التسعة وزودت تلاتة هيديني اتناشرة ميس ده انا دخلت جوا الارقام ما بين العشرة والعشرين فعلا المحصورة يعني الارقام اللي في النص ما بينهم يبقى انا هكتب اللي اتناشر هنا زود تلاتة خمستاشر لسه ما بين العشرة والعشرين اه يبقى انا هكتبه خمستاشر زود تلاتة كمان طمنتاشر لسه ما بين العشرة والعشرين اه زودت تلاتة كمان واحد وعشرين ميس ده انا عدت العشرين برافو عليك يعني معنى كده ان الاجابة بتاعتك هي اللي في النص بالضبط خلاص انت ما بقتش عايز الارقام دي ولا عايز الرقام ده تعالوا نكمل مضاعفات العدد 5 المحصورة ما بين الـ 14 والـ 44 ايه دي كده انا هجيب ما بين الـ 14 والـ 44 اول ما شفت مضاعفات قلت صفر والصفر ده قبل الـ 14 يبقى انا هكتب صفر هزود 5 5 لسه قبل هزود 5 كمان 10 لسه قبل طب هزود 5 كمان 15 يبقى انا عدت الـ 14 يبقى انا كده بدأت عد الارقام اللي في النص بعد ما كتبت الـ 15 هزود 5 كمان هيكونوا 20 لسه شغال في النص زود 5 كمان 25 لأنا لسه في النص زود 5 كمان 30 لأنا لسه في النص زود 5 كمان 35 لأنا لسه في النص زود 5 40 لأنا لسه في النص زود خمسة خمسة واربعين ده أنا عديت اللي أربع واربعين يا ميس يعني معنى كده أن الخمسة واربعين برا بس أنا عايز الأرقام اللي في النص يعني معنى كده أن أنت مش عايز اللي برا من هنا ولا عايز اللي برا من هنا ليه؟ عشان أنت عايز المحصورة الأرقام اللي في النص وبس طيب السؤال اللي بعده مضاعفات العدد اتنين اللي أصغر من العشرة تعال ناخد كده جدول ضرب للاتنين من اوله بس قبل العشرة اول ما شفتم مضعفات هتكتب كم صفر كل مرة هنزود كم هنا الاتنين يبقى كده صفر وبعدها اثنين واتنين كمان اربعة ها ستة وبعد كده تمانية وبعد كده عشرة يا ميس لا اسفة انا عايزة اصغر من العشرة مش العشرة نفسها طب ما ناخد العشرة يا ميس ماينفعش حبيبي انا عايز الارقام الاصغر هو هنا حتطلق شرط لازم تلتزم بيه طيب يبقى انا كده هوقف لحد التمانية تعال بقى نشوف السؤال الجاي اكتب المضاعفات الاصغر من خمسين للعددين اتنين وخمسة في نفس الوقت خليني اقولك سر صغير لما تلاقي عددين ومكتوب جنبهم في نفس الوقت اضربهم في بعض يعني ايه ميس يعني هتاخد الاتنين تضربها في خمسة تدين عشرة كأني بقولك انا عايز جدوى الضرب العشرة بس يكون الارقام دي اصغر من خمسين فانت كده كده بتبتدي بالصفر صفر وعشرة عشرة وكمان عشرة عشرين لا ما تقلقش احنا لسه اصغر من الخمسين وعشرة كمان تلاتين معانا وعشرة كمان اربعين وعشرة كمان خمسين لا مش معانا الشرط انك تاخد الاصغر مش الرقم نفسه يبقى انا كده خدت المضاعفات الاصغر من خمسين تعالى تاني اكتب المضاعفات الاصغر من تلاتين للعددين اتنين وتلاتة في الوقت نفسه اتنين وتلاتة في الوقت نفسه يعني انا هاخد الرقمين دول اضربهم في بعن اتنين في تلاتة بستة معانا كده ان انا هبتدي اشتغل على جدول ضرب الكام الستة اولك كم دايما في المضاعفات صفر وكمان ستة ستة خلي بالك هو هنا عايزك تشتغل لحد ما تاخد الارقام الاصغر من تلاتين بعد الستة ستة كمان اتناشر وستة كمان تمنتاشر وكمان ستة اربعة وعشرين احنا كل ده اقل من التلاتين وكمان ستة تلاتين ها قولي بقى هاخدها ولا لأ التلاتين دي لأ يا ميس ليه عشان هو بيقولي اصغر مش عايز الرقم نفسه طيب لو جيت بقى قلتلك سؤال موجود في كتاب المدرسة اكتب عددا اكبر من العشرين بحيث يكون مضاعفا للعددين اتنين واربعة في الوقت نفسه ومضاعفا ايضا لحاصل ضربهما التمانية طيب ما احنا اتفقنا يا ميس ان لما يقولي اتنين واربعة في الوقت نفسه هاخد اللي اتنين فاربعة بتمانية يعني هلعب على جدوى للضرب التمانية طيب ما اسمه هو ايلي كده ايلي برضو يكون مضاعف لحاصل ضربهما التمانية طيب ما انا كده كده هلعب على جدوى للضرب التمانية يبقى انا كده ما عنديش مشكلة هو عايز عدد واحد يكون اكبر من العشرين اللي اكتب عددا واحد يعني هبتدي واقول صفر وتمانية لسه انا عايزين اكبر من عشرين وكمان تمانية ستاشر لسه وكمان تمانية اربعة وعشرين يبقى هو ده الرقم اللي عدى العشرين هو ده اللي انا عايزاه طيب بص بقى السؤال ده لو جاب طريقة تانية اكتب عددا اكبر من العشرين بحيث يكون مضاعفا للعددين اتنين واربعة في الوقت نفسه وليس مضاعفا لحاصل ضربهما التمانية ايه ده ميس طب احنا دلوقتي هنعمل ايه احنا كده مش هنقدر ناخد اللي اتنين فاربعة ولتبقى تمانية مش هينفع بالزبط كده لما يقول لي مش مضاعف للتنين مع بعض يبقى معنى كده ان انا مش هقدر اضربهم امال هعمل ايه يا ميس هاخد مضاعفات اللي اتنين لوحدها وهاخد مضاعفات اللي اربعة لوحدها واشوف مين موجود هنا وموجود هنا بس في نفس الوقت مش موجود في جدول التمانية خلينا نشوف تعالى لقون لي مضاعفات العدد اتنين صفر يا ميس ماشي واتنين واربعة وستة وتسانية ثانية واحدة هو هنا بيقول لي ان العدد اللي انا عايزه اكبر من العشرين طب ما العشرين في جدول ضرب اللي اتنين والاربعة طب ما تبتدي بقى من العشرين يلا نكمل في مضاعفات اللي اتنين يبقى كده معانا اتنين وعشرين اربعة وعشرين ستة وعشرين تمانية وعشرين تلاتين اقف بقى شوية كده هنشوف الدنيا ماشية ازاي تعالى لمضاعفات اللي اربعة هزوت كل مرة اربعة يبقى كده اربعة وعشرين تمانية وعشرين اتنين وتلاتين ستة وتلاتين اربعين اقف عايز رقم يكون اكبر من العشرين موجود في جدول الاتنين والاربعة بس مش موجود في جدول ضرب التمانية تعال واحدة واحدة في رقم هنا ورقم هنا مع بعض ايوة ميس مين هم الاربعة وعشرين يا ميس موجودة هنا وهنا والتمانية وعشرين موجودة هنا وهنا طيب مين فيهم مش موجود في جدول ضرب التمانية الاربعة وعشرين موجودة يا ميس اللي هي التمانية في تلاتة خلاص يبقى احنا مش عايزين دي يبقى هناخد مين التمانية وعشرين يا ميس بس يبقى العدد اللي انا عايزه التمانية وعشرين يبقى انا لو قلتلك رقمين في نفس الوقت وقالك برضو هم هم مضاعفات حصل ضربهما يبقى انت شغل بالقعدة بتاعتنا زي ما هي تاخد الرقمين وتضربهم انما لو قالك مش موجود فحصل ضربهما يبقى هتاخد الرقم الاولاني الواحد والرقم التاني الواحد وتشوف الارقام المشتركة اللي مش موجودة في الجدول طيب اخر حاجة لما يقول لي اكمل ما يلي الاثناشر تساوي تلاتة في كام والله يا ميس الاثناشر تلاتة في اربعة هلو وبالتالي فالعدد اتناشر مضاعف للعدد مين ويعتبر ايضا مضاعفا للعدد مين يبقى الاثناشر مضاعف يعني موجود في جدول ضرب التلاتة وكمان مضاعف يعني موجود في جدول ضرب الاربعة وبكده يبقى خلصنا المضاعفات ما تشغلش بالك ببقية الاسئلة اللي موجودة في المضاعفات في الكتب الخارجية الاسئلة اللي احنا شرحناها النهاردة هي دي اللي بتيجي في الامتحانات اصلا زاكرها حلوة قوي وحل اللي شبهها في كتاب المدرسة وفي الكتب الخارجية بتاعتك اشوفك في الدرس الجاية قابلية القسمة على خير والله العظيمة من الوحدة دي سهلة وجميلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة